الخير لكل مشاهدين إذن يرتقبا تشهد المناطق الشمالية خلال يوم الغد درجات حرارة مرتفعة خاصة فيما يخص الولايات الساحلية الغربية بإذن الله مع استمر كذلك هبوب الرياح القوية مع احتمال إن شاء الله تساقط بعض القطرات من الأمطار الخفيفة على الولايات الشرقية وهذا حسب نماذج الرقمية للرصد الجوي تشير على أنه خلال صباحة يوم الغد إن شاء الله سيكون في تساقط بعض الأمطار الخفيفة بكميات ضعيفة على كل من ولاية جيجل سكيكدا وعن نأبة على العموم الوضعية الجوية ستكون مشمسة إلى غائمة جزئيا إن شاء الله حتى خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وحسب توقعات طويلة المدى تشير على أنه إن شاء الله احتمال خلال الأسبوع المقبل هذا إذا لم تتغير النماذج الرقمية يكون فيه قدوم إسراب جوي من إن شاء الله ضعيف إلى متوسط النشاط يتمثل بحول الله بتساقط أمطار رعدية أمطار إن شاء الله ستكون ضعيفة محليا على أغلب المناطق الشمالية وستخص السواحل الوطنية بحول الله هذا خلال الأسبوع المقبل إلى ذلك الحين تبقى الأجواء دائما مشمسة إلى غائمة جزئيا فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للأسف سيكون في إنعدام تساقط الأمطار أما فيما يخص مشاهدين الرياح القوية فكان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوبية تنبيه يخص إن شاء الله كل من ولاية الجزاء العاصمة بازا ووهران باستمرار هبوب الرياح القوية إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال نهار اليوم يرتقب خلال يوم الغد بحول الله يكون فيه هبوب الرياح من ضعيفة إلى معتدلة فيما يخص السواحل الوطنية وأحيانا قوية بالمناطق الداخلية الرياح قد تتعد سرعة 40 كم في الساعة أما المناطق الجنوبية فسيكون في تطاير بعض الزوابع الرملية خلال ظهيرة يوم الغد بحول الله أما فيما يخص درجات الحرارة الدنيا فالأجواء ستكون باردة خلال الفترة الليلية سنسجل في حدود 3 درجات فقط على كل من إذن قسنطي نصطيف كذلك بباتنة وخنشلة 3 درجات على النعامة البيض ومشرية 4 درجات بالجلفة وكذلك تيارت 5 درجات إن شاء الله بعين الدفلة ستكون منخفضة أيضا بالأغوات ستقارب في حدود الأربع درجات فقط منخفضة أيضا فيما يخص كل من معسكرة لمسان ومغنية سنسجل إن شاء الله خلال ليلة اليوم في حدود 5 درجات فقط الجزائر العاصمة كذلك على وهران مستغانم أيضا بعنابة بجاية وجيجل ستتراوح إن شاء الله بين حوالي 8 إلى 10 درجات القصوى تبقى نوعا ما مرتفعة حتى خلال يوم الغد بحول الله الأحد إذن كما نلاحظوا باللون الأحمر تقريبا على مجمل ولايات الوطن فيما يخص سواحل الوطنية كالجزائر العاصمة أيضا بتيبازا وبومرداز ستقارب إن شاء الله في حدود 25 درجة مرتفعة بيتلمسان معسكر 28 درجة 27 درجة على الشلف وغيريزان 28 درجة إن شاء الله بيقال مواسقه راس ما يخص باتنا خنشل قسنطينا وأم البواقي ستتراوح بين 20 إلى 23 درجة على كل من المسيلة بوسعاد ميلا وسعيدا ستصل إن شاء الله خلال ظاهرة يوم الغد الأحد إلى حوالي 25 درجة الولايات الجنوبية أكيد منخفضة خلال الفترة الليلية على ولاية تامنرس كذلك ببشار وبني عباس ستصل إلى حوالي 8 درجة فقط خلال ليلة اليوم حتى فيما يخص إليزي جونت وإنة من أصغر دايا زلفانة ولمنيعة أما القصوى فكأعلى مقياس إن شاء الله في حدود 35 درجة ببرجباجي مختار وإنجزان حوالي 35 درجة كذلك بأضرار وإنصالح على بشار بني عباس تين دوف وعين الصفرة راح نسلو إن شاء الله بين حوالي 25 إلى 30 درجة كل من الوادي المغير ورق الأغرداية وزلفانة أيضا بين المنيعة تتراوح إن شاء الله بين حوالي 25 إلى 35 درجة خلال يوم الغد الأحد بحول الله أما تبقعات حالة البحر فيبقى دائما هاد إلى قليل الاستراب على كافة السواحل الوطنية الرجاح خلال يوم الغد ستتراوح إن شاء الله بين 20 حتى 40 كم في الساعة خاصة فيما يخص السواحل الوسطى وكذلك الشرقية مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح إن شاء الله بين المتر إلى المترين وناس تقريبا على كافة السواحل الوطنية وإن شاء الله بداية من يوم الاثنين يتحول البحر إلى هادئ تماما على أغلب السواحل الوطنية بحولنا إذا المشاهدين أجواء حارة فيما يخص المناطق الشمالية للوطن هبوب رياح قوية مع إن شاء الله تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال صباحة يوم الغد فيما يخص السواحل الشرقية إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك ريدا شكرا جزيلا لك هنا خواطرية على